ده الدولار غالي يا ابونا انت مالك انت وانت شغل بالدولار انت مالك انت ومال الدولار أصلك يا ابونا أصلك ده الغلق نمتج عانف مرة بتاكل قبل ما بتناه سيبك من الغلق ده مش أزمة مش هي دي الأزمة الأزمة اللي بتبقى محتاجة معجزة محتاجة جهد كبير علشان تقدر على الأزمة يعني يكون شعب بان اسرائيل ماشي هربان من فرعون وعملين ماشيين في البرية ويجي قدامهم البحر المضوع خلص خلاص هنموت البحر قدامنا والعساكر ورانا هيموتونا المضوع باص كده خلاص عارفين كانوا يقولوا في خروج 14 يقولوا لموسى ايه ايه دي هو احنا ما عندناش تربة في مصر يدفنونا فيها يعني انت جبتنا من مصر عشان نموت هنا غرجانين في المية ادي نسمعنا كلامكم وما شفنا يوم عدل يا جماعة ده ايه يعني بقى انا في عشر ضربات جمدين وديكوا شفتوا جوت ربنا وما قدرت ربنا قلوا له انتو شاطر بس مانت الدنيا دبان وجرد خربتها عالناس ما اسمحنا كنا شغلين خدامين ولجين ناكل بدلا ما هنموت هنا غرجانين موسى الازمة لما جدت عليهم عملوا ايه اتزمروا وشكوا نسيوا اله التعوضات القادر على كل الازمات اللي وجفت معاهم كل الايام وجمد الوقت يشكوا ويتزمروا ويقولوا عملت فينا ليه بس كده ولكن ربنا الجادر على كل شيء اللي دايما خلق البحر وعمله نظام انه يغرج ويخلي السمكة تمشي فيه وانه برضو هو جادر انه يغير من النظام ويخليه على الجنبين والناس تعد ياخي الواحد يتمنى ان يبقى موجود اليوم دي ويبقى ماشي جنب ابوه والامه وماشي كده هو فيه ابوه ويقول له ايه يا بايا دي ايه دي الماء يبص على اليمين وكل موسى ما يحط رجل القدام الشرع يوسع وماشي ايه دا يا رجل دا شغل علي جوج ايه ربنا دي ايه ربنا دي ما هو شوفوا احنا عجعدين فين ايه ربنا دي بص عمل لنا صندوق بالجبد دخل نحنا جوه نسمع كلمته وبص تفين العمدان الخرصانية المسلحة والميدة والاكسي اكسي والسمل والكاميرا والشايلة جدرة جادر دا جدرة ربنا الجادر على كل شيء يخلينا شعب مليانين بالثقة في ربنا القادر على كل شيء بس خلي بالك الازمة الصعبة اللي ما بنقدرش عليها اللي بقول لك عليها من بدر دي هي ازمة ايه انه الخطيئة بيجيت رخيصة تجيب التلفون وتشحن كرتب عشرة جنيه تنزل بدل المقطع كذا مقطع مقطع مش مؤدب وتخزنوا عندك عالتلفون وصور مش مؤدب عالتلفون وبيجي بعشرة جنيه معاك شوية حاجات مش مؤدبة حاجات بايخة دا ديه كده رخيصة دا فيه ببلاش يبقى ليك صاحب بايخ تقوله بعتلي بالبلوتوس عشان مشاشحن انا كرتب عشرة الخطيئة بيجيت ايه رخيصة ودي ازمة ازمتنا الحقيقية ان الشطار رئيس هذا العالم ماش ورانا باستمرار يعرض البضاعة بتاعته وتعالى كده الواحد فينا يجي الجيس كده نفسه يقول لو ربنا يسوع المسيح في كفة وحل المشكلة بكدبة انهي كفة تكسب اجدب وخلص الموضوع ولا تقول لأ وما اجدبش ويتقسم لي يوم واثنين يعني الوضع بشكله ايه يا طرى يعني تقول لأ ربنا ولا يا اخي كدبة بسيطة دا حتى الشيطان بيغير المسميات يخلي الحاجة الوحشة ديها اسم كويس عارف لما يجيبوا بنت كده يلبسوها هدوم جليلة وتطلع تطمطط عارف يسموها ايه يسموها فنانة استعرضية لما يجي وعد يعلم الشباب حاجة مش مؤدبة يسموه النجم ايه دا بقى الرجل دا يسموه نجم ودي سموها فنانة معجولة تلاقي الوضف المزرعة عارف يكون عايز يسرك شوية كماوي ولا عايز يبيع شوية منجة من ورا الرجل صاحب المزرعة ويقول لي يا ابونا بعمل سبوبة سمش خطية السرجة ايه مصلحة بنعمل مصلحة من ورا الموضوع سمها كده مصلحة وسبوبة ودواد مدى دا مفتح زهنه مفتح حاله بيجت الخطية رخيصة سهلة حتى العقاب بتاع الخطية الدنيا نزعته لما تيجي واد واجف عالكورنيش حاطة تيجي بجيبه وعكس بنت الناس اللي معدية مجيش واحد ولا يقول له عيب ولا يقول له حرام ولا يحطوه في السجن وسيبينه يمارس الخطية علني علني ما بجيتش القوانين حتى الارضية يمسكك عن الغلط يعني ما جاش في مرة البوليس خبط على الباب افتح افتح وياخدوك يكلبشوك ويجروا بيك على السجن ليه علشان دخل على موقع بايخ ولا بتكلم واحدة بايخة بتقول لها كلام بايخ ما عملوش معك كده عادي يقول لك يا عم ده شعب بايز سيبه اهو ملهي ملهي عننا سيبه ده كلام ده ايه ده أزمة صعبة تعالنا اخوت الأزمة ونعد منها عارف ازاي اخوتي المرنمين كانوا بيقولوا ترنيمة مسيحي خلني وزيدني عارفين معاني الكلمات بتاعت الترنيمة دي حلوة جوي ده موجودة في الكتاب المقدس في سفر الأمثال قالوا عن السيد المسيح كده ايه محب ألصق من الأخ عارف لما تبقوا اتنين الرجالة وعملين مشروع مع بعضيكم ربيين شوية بهايم كل يوم عند البهايم ارتاو أخوك ده مشروع يا بون احنا رحين جايين على المشروع في كتفك يبقى عندك مشوار يروح بدالك هو لازق معك في كتفك باستمرار شايلك اهو ده قالك ده المسيح محب ألصق من الأخ يعني نجي نسأل ونقول لو احنا دلوقتي قاعدين في الدير وبنقول كلمة ربنا ينفع المسيح يبقى وسطنا احنا في بيت ربنا وبنقول كلمة ربنا ينفع ربنا يبقى في وسطنا ينفع ده البيت بيته سدقني البيت بيته انت تدخل من بره وتقول اما انا فبكسرت رحمتك ادخل بيتك واسجد امام هيكلك بمخافتك يبقى الواحد اساسا جاي بيت ربنا طيب لو احنا كده جاعدين مع بعضينا والجينا بقى الله يا اخويا العود والجتار بقى والبيان والأورج والبتاع وفضلنا بقى نعزف وبتاع فجي قل لك شفت النشيد الدماعة بتوع امريكا عمله نشيد بالانجليزي حلو تيجي لقوله طيب ربنا البيت بيته يرضى يقعد في المكان اللي فيه اغاني واناشيد وبتاع يقول لا الكلام ده مش كلامي يقوله ترانين يقوله تسبيح يقوله تمجيد نقعد لكن الكلام مش كلامي اتلاقي يا ربنا ايه واجف على الباب ويقرأ اتنين بيجدبوا جاعدين بيجدبوا مع بعضيهم بيجدبوا على بعض ما يقعدش اتلاقي يا ربنا واجف على الباب تيجي حضرتك مثلا عامل نفسك مهم حجك عليا استكمعنا انك تطلع التليفون وترد على التليفون انت عامل مهم يا ريس هو انت اللي تحل مشكلة روسيا واوكرانيا دلوقت بالتليفون اللي بتعمله ما تخليك في بيت ربنا واحترم بيت ربنا وخليك فيه تسمع كلمة ربنا دلوقتي لما تيجي يسيبك ويمشي هنجيب سيرة بعض ونتكلم عن ناس ما يرضى الشجوع دوسطينا هنجدب على بعضنا ما يرضى الشجوع دوسطينا يقف نندحل نقول له يا رب تعالى يا رب يقعد دوسطينا يقول لا عاستو ربنا نور والكلام عن ناس بطريقة بايخة ضلمة والدنيا يتبقى نور يا ضلمة عايزين نكتازل أزمة بقول لك بمحبة كده تقدر على الخطية في حالة إنك تكون عشرة مع ربنا لما تجي لك أزمة بتقول لك تعالى أقع في الخطية الفلانية هنعمل المصلحة اللي هي كدبة بسيطة ونفوتها بل لو جيه عدامك ربنا هتلاقي نفسك بترد وتقول لا ما قدرش ما قدرش هاجم عليش شوف حد غيري لما اترن عليك في التليفون على الواتس وتقول لك هاي خلي بالك أوعة تقول لها باي خلي بالك عشان هترد عليك وتقول لك يا حبيبي دي أحلى باي في الدنيا باي باي لي تاني كده باي خليك كده باي باي لي باي بايتك حلوة باي باي كده هنطلك هاي هعمل لها بلوك واكفل الباب من بداية الموضوع قبل ما نقعدنا باي باي لبعضنا وساعتها نقع في الخطايا ونقول يا ريتنا من البداية قلنا لا مش بنبقى غلابة وعيال في عدادي ويجي قلو تعال نروح الحنة اللي هي الفلانية بتاعة عمه فلان جاي بلبنه بتاعه ونوزعه بتاعه والدوق مرة طعم حاجة وحشة وتلاقي نفسك يا غلبان أدمنت الحاجة الوحشة ورايح جاي على أفرح ما انت غلبان مش لقيت تشتري فتروح عشان يعزمه عليك بحاجة وحشة دي أزمة دي أزمة حقيقية تعالى نعيش تعالى ندخل كده بيت ربنا بكل مهابة وخشوع جربنا لحتة دي تخش بيت ربنا يقول القديس يحن سابق أبونا لقصة دروس يقولها يقول ان الدخول وتسجد قدام هيك ربنا بمثابة السجود في أرشاليم السماوية كل كلمة في الكنيسة مسموعة وكل طلبة مستجابة الكنيسة دي بيت ربنا وما جايين الكنيسة ليه جايين طراءة أمام الله نقف قدام ربنا ونقوله لجوانا نقوله يا ربي توبني فأتوب سامحني طلبات الناس اختلفت عن بعضها أستكل فجر درجات واحد فجير جوي جوي وواحد ركب مية تمانية وعشرين الفجير جوي عايز يشتيره حمارة والمية تمانية وعشرين عايز يجيب شهين كله عايز الفجر درجات كله عايز يعلق يعلق طب والمرض برضو درجات فيه اللي حب تصدع فيه اللي ركب واجعاه وفيه اللي مرمي على ترول مستني دوره في الجصر العين يخش العمليات كلها درجات وكله بيطلب من ربنا طلبة وحدة طلبات مختلفة طلبة وحدة اللي اتفاءن علينا كلنا طلبة وحدة اتفاءن عليها كلنا عارفين طلبة ايه؟ ايه طلبة الوحيدة اللي اتفاءن عليها وقناها كلنا لو انا وانت جينا نكلم ربا عن الفجر اقول يا رب حابة اسمانت للكنيسه يا رب يا رب ابنبني يا رب وبعث لنا ترل لتاسمانت وهو جفى عندنا بالغلط كده ويقول لك انتم ايه كنيسته ويجي ينزل وبعدين تبقى تفرج وبعث لنا حابة اسمانت انت تيجي تقول ايه انجوز الوقت اخنا وانت هتطلب اسمانت للكنيسه قال لي انت ملك انت وملك اسمانت الكنيسه كل واحد وطلبته مختلفة بس عارف وانا وانتا جاعدين جنوب بعض في ديكة واحدة نطلب طلبة واحدة نتفق عليها مع بعض هي طلبة واحدة بس عارفين طلبة ايه ارحمنا يا الله الام يا ضابتا يا رابو رحكير يا لا بكل اللغات والنغمات والهزات كلنا نطلب الرحمة لان كلنا في الموزين لفوق واي واحد جلابيته مترقش نظيفة كله عاوز يغسل الجلابية ومالهاجة بيها مش نظيفة من عايزة بقى نظيف طيب يا ريس مين الوحيد اللي يغسلني فأبيضه اكثر من السلج ربنا يا سوع المسيح بس تخش بيت ربنا بكل مهابة وخشوع توصل لحد ستر الهيكل عارفين الست نظيفة الدم لما راحت قالت انا لو لمست هد بسوبه هيحصل ايه هشفة هخف طب ايه رأيك يا ست الكل في مشاعر الست دي تقدر تدخلي بنفس مشاعر الست نظيفة الدم وتقولي انا لو لمست هد بسوبه عارفة هد بسوبه ده حتة قماشة زاد جلابيا اللي ابونا لبسها عشان كده بيعملونا الستر في الكنيس جماش تمانتوا اغنية عملوه دهب ولا فضة يقول لا جماش ليه يا ابونا بتعملوه يقولك يا ست ده هو ده هد بسوبه المسيح لو لمسته بترس يقول له يا رب ان الجميع يزحمونك ويضايقونك في الزحمة دي تقول مين لمستني جلستك شعرت ان في قوة خرجت مني يا ترى باقي الكنيسة اخد قوة اقدر بيها على كل ازمة ابني بالاخصة ازمة الوقوع في الخطية انا نقدرش ندوب لحالي ممكن تبع نية التوبة ملياني وحيث اقدم توبة اجي بص على القديس سمعان قال له قال ليه قال يتنقل كريا لايسون كريا لايسون الجبل قال يتحرك ايه يا اخويا الشغلانة دي القديس دي كريا لايسون الجبل يتحرك ونجي نعمل اجتماعات صلة عشان فلان الفلان يقال ابنه يقبل في المدرسة وفلان امه تخفه وفلانه والوات بيقبلش والستة تموت والفجر يجي امه ليه اصلاك هو ربا عايز يقول انا عايز القلب عايز الصلة مش عايز الكلام